بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وابناء العزاء ان شاء الله اليوم سوف نتكلم عن تركيب المادة المادة قلنا في السابق هي كل شيء له كتلة وحجم قد تكون المادة صلبة أو سائلة أو غازية وقد تكون المادة عنصر أو مركب أو مخلوط سواء كانت عنصر أو مركب أو مخلوط جمعها تتكون من وحدة بنائية تسمى الظرة فالظرة هي وحدة بناء المادة والظرات تختلف من عنصر إلى عنصر أخر حسب نوع العنصر أمامنا على الشاشة موجود عندنا مخطط يوضح الفرق بين العنصر والمركب هنا عندي مكعب من النحاس وأمام دائرة فيها مجموعة من الكور التي تمثل ظرات النحاس لو طلعنا إلى هذه الظرات تنجدها متشابه في الصورة المجاورة لها الماء وهو الماء عبر عن مركب وظراته تختلف كما ترون تتكون من ظرتين هيدروجين وظرة أكسجين إذن هناك فيه اختلاف ما بين العنصر وما بين المركب لماذا يعتبر النحاس عنصرا؟ لأن ظراته كلها متشابهة في الشكل والتركيب وتختلف عن بقية العناصر الأخرى لماذا يعتبر الماء مركبا؟ لأنه يتكون من عنصرين عنصر الهيدروجين وعنصر الأكسجين ما الفرق بين العنصر والمركب والعنصر ضراته متشابهة والمركب ضراته غير متشابهة الجدول التالي الذي على الشاشة مباشرة يوضح لي بعض المركبات أو الأناصب المواد اللي عندنا هيدروجين ثاني كسيد الكربون الحديد كبريت تيد الحديد الهيدروجين يتكون من ضرات متشابهة ضرتين مع بعض يعطيني جزء عنصر أي أنه جزء العنصر من ضرات متشابهة ثاني كسيد الكربون يتكون من الأكسجين والهيدروجين ضرة الأكسجين السوداء وضرتين الحمر وبذلك يكون عندي جزء مركب يتكون من ضرات مختلفة الحديد لو شاهد ضراته كلها متشابهة يسمى جزء الحديد أو جزء العنصر كبريتة الحديد يتكون من حديد وكبريت أي يتكون جزء مركب من ضرات مختلفة ما هو الجزء؟ الجزء هو عبارة ضرتين أو أكثر متحدتين مع بعضهما البعض قد تكون الضرات المتحدة متشابهة وقد تكون مختلفة إذا كانت متشابهة تكون للعنصر فقط أما إذا كانت مختلفة فهي تكون للمركبة ماذا يحدث عند اتحاد ضرتين من عنصر الأكسجين يتكون عندي جزء الأكسجين أي جزء عنصر ماذا ينتج عند اتحاد ضرتين من عنصر الأكسجين وضر من عنصر الكربون يتكون عندي جزء يتكون من ذراتين هيدروجين و أكسجين أي جزء مركب ما الفرق بين جزء الأكسجين و جزء ثاني أكسيد الكربون جزء الأكسجين يتكون من ذرات متشابه أكسجين مع أكسجين أما جزء ثاني أكسيد الكربون فهو يتكون من ذرتين هيدروجين و ذرات أكسجين ما هو الجزء الجزء إما يكون جزء العنصر يتكون من ذرتين أو أكثر متشابهتين أو جزء مركب يتكون من ذرتين أو أكثر مختلفتين حسب نوع المركب لماذا نتعلم الروز نتعلم الروز التي نحتاجها إن شاء الله لكتابة المعادلات الكيميائية ومعرفة التفاعلات الكيميائية كيف حدد العلماء تمييز بين الأناصر اتفق العلماء مع بعضهم البعض أن يأخذ الحرف الأول من اسم كل مركب ولكن إذا تشابهت المركبات في الحرف الأول سوف نأخذ حرف آخر صغير جنب الحرف الكبير فإذا كان العنصر يميز بحرف واحد كبير يكتب كابتل لطن أما إذا كان من رمزين الأول كابتل والآخر اسمون عندي هنا النحاس نأخذ أول حرفين سي يو لو كبر يعني نحاس سي يو بعدين الحديد إف إي لو باللون الأحمر الألمنيوم إي إل الكبريت إس كربون سي كلور سي إل لو لاحظت أن الكربون أخذ بالرمز أول حرف فيه سي والكلور أول حرف سي علشان أميز بين الكربون والكلور اعتبر الكربون هو العنصر الأول الذي يميز بحرف السي وأي مركب آخر غير الكلور يبدأ بحرف السي نضاف يضاف له حرف آخر صغير بجانبه حتى نميز بين العناصر المركبات الأكسوجين أو النيتروجين إن هيدروجين إتش الماغنيسيوم إم جي سيليكون إس آي كالسيوم سي إي سوديوم إن إي بوتاسيوم سنلاحظ هنا أن الأسماء تختلف عن الأسماء الإنجليزية فالسوديوم بالإنجليزي سوديوم أما باللاتيني اسمه نترام ولذلك يأخذ الرمز من الاسم اللاتيني وكذلك البوتاسيوم بالإنجليز اسمه بوتاسيوم ولكن باللاتيني اسمه كليم ونأخذ الحرف الأول من الاسم اللاتين نلاحظ هنا في الجدوال أن هناك مجموعة من العناصر متشادها في الحرف الأول الكربون زي النحاس زي الكالسيوم بذلك نضع حرف آخر جنب الحرف الكبير حتى نميز بين هذه المركبة الكربون رمز C الأكسجين رمز O النحاس رمز C U الكالسيوم رمز C A ما أسس اشتقاء الرموز العناصر تم اشتقاء الرموز العناصر من أسماءها الإنجليزية أو اللاتينية لماذا يرمز لبعض العناصر بحرف واحد ولبعض الآخر بحرفين إذا كان العنصر ليس له شبيه يرمز له بحرف واحد أما إذا كان العنصر له شبيه أو آخر يشبه في الحرف الأول نأخذ الحرف الثاني لهذا العنصر بعد أن عرفنا كيف نعبر عن العنصر بأخذ الحرف الأول من اسمه سواء كان باللاتين أو بالإنجليزي واستطعنا ان نميز بين العناصر ذات الرمز ذات الحرف الاول المتشابه حيث يأخذ عنصر الحرف الاول فقط وبقية العناصر تأخذ حرف كبير وحرف صغير امامنا الان في الجدول الاتي سوف نكمل هذا الجدول كالاتي عندنا اول شيء سي يعني انه كربون نضع هنا كلمة كربون هنا عندنا الكابريت لسلفر رمزه S النحاس رمزه C U الحديد رمزه F E هنا عندنا الالمونيوم هنا عندنا الصوديوم N A عندنا السيليكون S I هنا عندنا البوتاسيوم هنا عندنا كالسيوم ورمزه C A المغنيسوم ورمزه M G الاكسوجين هنا نكتب الاكسوجين نيتروجين رمزه N عندنا الهيدروجين وهو H واخر واحد لكلور وبهذا بنكون احنا وضحنا الاسم سواء لفظيا او رمزيا الان عندنا الجدول التالي يوضح بعض المواد الداخلة في تركيب القشرة الارضية ونسبتها في مكونات القشرة الارضية الاكسوجين رمزه O السيليكون رمزه S I الالمونيوم رمزه A L الحديد رمزه F E كلسم رمزه C A صوديم رمزه N A بوتاسم رمزه K معنيسم رمزه M G هيدروجين رمزه H لكلور رمزه C L وهناك عناصر اخرى مكونة للارض سوف تدرسها ان شاء الله في المستقبل وبهذا منكن انهينا ان شاء الله الحصة هذا اليوم ونلتقي ان شاء الله في حصة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة